عدنا بكم مشاهدين الكرام لباقي حصة في قلب الكان كنت وقفنا في الأجزاء الأولى حول المنتخب الوطني والحصة التدريبية الأخيرة اليوم التي عرفت كما وردنا منذ قليل من مبعوتنا ردوان عنان إصابة لعب إسماعيل بن ناصر الذي تلقى إصابة غدا من المحتمل جدا اللي يشارك قد يعوض بمن حسب رايك عرفت مزور بمن سيعوض حسب رايك بن ناصر غدا نحن نزمن سيكون مكان بن ناصر أو يكون مكان بن طالب وبنطالب يتقدم يمكن مكان بن ناصر في البوست يمكن يكون زروقي يمكن يكون زروقي شانتينال بن طالب أقوش وبوداوي عدوان ممكن لن يمكن أن يكون الوضع في بوركينة فاسو ميديو تيرا عندهم وسط ميدان حتى الهجوم لا، الوضع في بوركينة ولكن نقطة ضعفهم هو تقل الدفاع من أكساس هل تعتقد بأنه تقل دفاع المنتخب البوركينة بمنذ قال يتحدث وقلت موشرك المنتخب القوي اللي لازم ندلوله ألف حساب ولكننا في وضعية لو فزنا باللقاء الأول لا يكون هذا الكلام لا، هي تبقى مباراة صعبة أنا ما رجعت لك ما رجعت بوركينة فاسو حبيت أن أقول لك بللي بوركينة فاسو ماشي سينيقال ماشي للمنتخب المصري حبيت قلت لك المقبض فسرت لك قلت لك يا ودي هاد الفيرق هادو مقاع اللي يراهم موراشحة شوف وشوي سرا اسمع معنتها بوركينة فاسو حنا أنا على حسب وشفته ضد موريطانيا تجفز لا لا شي في موتاوين أنا ما أسمع أنا ما أقول لك مااتش قال قلت لك يا ودي ما أقول لك من الحجم ديالو المنتخبان اسمع أنا أقول لك اليوم بوركينة فاسو ما عندوش ملعب عبك بيها أو ما أو يلعب خارج ديال وش وش علاش تقول لي معدى تقول لي صح عندو لعابين قل لك عندو لعابين عندو كده وش تكلم لك من قبلها عندو الحق كي قال لك يا ودي فوالا اليوم رأى الناس يتطور في الكورة التحاري يتطور في اللاعبين أرى مغير يبعتوا اللورو لعابين تشوف نتا سيني قال كيف شرهم اليوم تشوف 21 سنة كيف شرهم أرى ويلاعب كيف شرهم أرى ويلاعب أرى ونيفو اليوم تغيذك تغيذك عندنا علاقاتي لعابين في الجزائر عندنا لعابين نحن هاول المشكلة اليوم نبقى دائما في المنافسة القرية هل تعتقد بأن تقل الدفاع قد يؤثر على المنتخب البوركينة وعلينا أن نستغل هذه الفرصة ينسو يكون عندك دي جوان رابيد مثل عمورة بل يشنمع بايش غدوش كنح يشارك مئة بالمئة ما نوصله لتشكيلة بعد قليل سامير هل تعتقد أيضا بأن غدا قد تكون انطلاقة المنتخب الوطني من بوركينة إلى بوركينة بوركينة فاصو في سبتمبر 2021 جبنا تعادل في مراكش منتخب لم يقدم أداء جيد بعدها في الماشرورتور درنا 22 في تشاكير أيضا منتخب بوركينة دائما نوجد صعوبة معه هل ربما غدا ستكون انطلاقة المنتخب الوطني مع بوركينة فاصو من جديد أم تعتقد أن الفريق البركينة سيلاعب بضغط الجمهور والذي سيكون غفير جدا بسبب تواجد جالية كبيرة بوركينة بي هناك وأيضا أن اللعبين تعوش في اللعب اليوم قال ماذا ما تجرعناش لحد الآن إقصائنا من كأس العالم على مرتين من المنتخب الجزائري مقتاش مقتاشنا نبينه باللي جين لكي نلعب ودور في هذا الكأس فيه أرضونا نظننا على اللاعبين على الناخب الوطني تحمل مسؤوليته وإيجاد الحلول هناك هضر عن نقص الفعالية الآن لازم ندخل اللاعبين وحد أخرين يقدروا يجيبوا هذه الإضافة أكسس تكلم عن ثقل الدفاع لعب كما مرى ستونار من غدوة ستونار من غدوة كأساسي تعتقد أو كحياتي أنا نشوفه كأساسي أحسن لعب جزائري في هذا الوقت معاب الليلي هذا ما لازم يكون أساسي مع من وما يكون في مكان من يكون أساسي نقدر نلعبه هو شوف نعطيك أنا ميور رفيرانس من دوزي ميطان اللعبناها مع الموزنبق كيفش شفنا دخول بوداوي وعوار لقلبه المباراة والبحناد 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 وعليش الغدوة نفس السيناريو ما يتكررش وعليش نقعده في جيد ديزي دي لازم نلعبه معنا فونسانت أغوش أعرف فوترو فوترو ما تعتقد أنه اللعبو بزوجر أوس حربا حسب رايي ولا واحد واحد أنا عم بلي هو مع أنا موار عندك بوداوي بنطالب أنا ممكن تشكيله كما هذه تخلق لكن هذه رح يغير كثير أقدر تغير كثير فسنفوفير كالكشوز أنا سفي دوز سننشانج با أشاك فوا اسمح لي